بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقبل أن نبدأ ونشرع في الخطبة نرجو منكم أن تتقدموا بارك الله فيكم liebe Brüder bitte nach vorne da viele Brüder noch stehen und keinen Platz gefunden haben sich hinzusetzen أحبتي في الله نحن بحاجة ماسة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر الله ووحيه سبحانه هو وقود القلوب وهو غذاء الأرواح لا سيما في هذه الأيام التي نعيش فيها فتنا وابتلاءات عظيمة اللهم نفرج كربات المقروبين اللهم ننصر أهلنا في غزة يا أرحم الراحمين وانفع عنهم البلاء يا ذا الجلال والإكرام بذلك نود أن نقف وقفاته مع قصة قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في قصص القرآن وقصص النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام العبر والعضاة والبلسم لجروح قلوبنا نسأل الله أن يعفو عنا دميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاث الذين دخلوا الغار فسقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار قال عليه الصلاة والسلام انطلق ثلاثة رهط يعني من الرجال ممن كان قبلكم حتى أوروا المبيت إلى غار خرجوا وأرادوا أن يقضوا تلك الليلة في هذه الغار فدخلوه فانحذرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار إذن ابتلاف عظيم إن لم يخرجوا من الغار فالهلاك والموت آت لا معالة فهي قضية عظيمة وابتلاء شديد وخطر داهم وهنا التجأ الثلاثة إلى رب البريات سبحانه وتعالى فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم هنا وقفة مهمة لا أن ندعو الله فقط لم يقولوا إننا نطلب من الله النجاة بمجرد دعائنا بل قالوا أن يدعو الله بصالح أعمالهم إذن لا بد أن نقدم أعمالا تكون زادا لنا في الأزمات ينبغي أن يكون لك رصيد من الأعمال الصالحة تتركه لأوقات الشدائد والمحم مثل هذه الأيام نسأل الله أن يفرج كربات المكروبين فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران انظر الآن إلى الدعاء يذكر ما فعل والله هو العليم الخبير ولكنه التوسل إلى الله إنه الإلحاح إنه فن الدعاء اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا أحيانا كانوا أو أمواتا وجعلنا بارين بهم في حياتهم وبعد مماتهم وكنت لا أخبط قبلهما أهلاً ولا مالاً أي لا أناول الطعام قبل والدي لا أناول الطعام ولا أعطيه لأهلي زوجتي وذريتي ولا لأحد من العمار أو غيرهم فنأى بي في طلب شيء يوما كان راعي للغنم وهذا الغنم كل يوم ينبغي أن يذهب إلى مكان آخر فيه عشر لم ينكى البعض فكل يوم يبتعد شيئاً فشيئاً ففي هذا اليوم كان على هذا الضاعي أن يذهب بعيداً ليجد الغنم ما يحكلهم فنأى بي في طلب شيء يوماً فلم أرح عليهما حتى نام لم أرجع إلى أبوي إلا بعد أن نام ولم يتناول طعام العشاء فوجدتهما نائمين وكرهت أن أربق قبلهما أهلاً أو مالاً ولكن عادته من بره لوالدي قاعدة جعلها في حياته أن لا يتناول أحد من الطعام قبل أبيه وأمه فلبثت والقضح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر اللهم يسر لنا برنا لوالدينا فبقي واقفاً ولم يوقظهما أدباً منه بوالديه حتى طلع الفجر فشرب هبوقهما طعامهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهه ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئاً الله أكبر تحركت الصخرة قليلاً فانفرجت شيئاً لكن لا يستطيعون الخلود الله قادر على أن يبعد الصخرة تماماً أليس كذلك؟ الله هو القومي العزيز سبحانه لكن لفعله حكمة والحكمة أنه ينبغي على جميع الأمة أن يرجعوا إلى ربهم لا يتكن على أحد أو مجموعة قليلة ثم يستمر الباقي من الأمة في ألغي والطغيان والذنوب والمعاصي وقال الآخر إذن الأول فرج الله عليه بخلقه وهذا هو أول قريب إلى تغيير أحوال الأمة النراعي بعد حقوق الله جل وعلا حقوق الخلق انظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلى قطع الأرحام انظر إلى عقوق الوالدين انظر إلى الشحناء والبغضاء بين الأقارب والجيران هذا هو الذي يعرقل وصول النصر والتمكين فإذن أول قضية ينبغي أن نغيرها من أنفسنا حتى يغير الله أحوالنا أن نحسن أخلاقنا اللهم أذب نفوسنا وحسن أخلاقنا يا أرحم الراحمين وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عمني كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها يلي غصبا عنها في الحرام فامتنعت مني قالت له أعوذ بالله أنا لا أقع في الفحشاء أنا لا أقوم بهذا الزنا حتى ألمت بها سنة من السنين أي وصل بها الأمر أنها أصيبت بفقر وفاقة وحاجة فجاءتني بأنه كان غنيا عنده مال فأعطيتها عشرين ومئة دينار مبلغ عظيم على أن تخلي بيني وبين نفسها أي اشطلت عليها تريدين هذا المال فدعيني أفعل بك الزنا ففعلت قالت نعم تفضل حتى إذا قضرت عليها لما أراد أن يبدأ بالزنا صلى الله عليه وسلم قالت لا أحل لك أن تفضل خاتم إلا بحقه يعني لا أحل لك وأنا بريئة منك إن فعلت هذه الفعلة دون زواجي فتحرجت من المقوع عليها فانصرفت عنها انظر إلى قوة إيمانه وهو يستطيع أن يذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى مولاه فانصرفت عنها وإي أحب الناس إليه وتركت الذهب الذي أعطيتها لم يقل لها إذن ردي إلي مالي لا وإنما تصدق عليها بهذا المال قال اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها إذن القضية الثانية التي ينبغي أن نعمل عليها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تذهب هذه الصخرة التي أمامنا صخرة المذلة والهوان وصخرة أن دماءنا رخيصة في هذا العالم حتى تذهب ويذهب الله هذه الصخرة لا بد أن نحسن من توبتنا اللهم تفعلين لنتهوه ينبغي أن نترك الذنوب وأن نترك المعاصي هذا لا يعني أن نصر الله لا يأتين حتى نصبح ملائكة أو نصبح معصومين كالأنبياء لا كل ابن آدم خطاء ولكن ينبغي أن نرجع وأن لا نستمر في الذنوب ينبغي أن لا نعيش حياة والذنوب عادية أي نعم أنا لا بد أن أخذ القروب عالي جدا بل إذا اقترفت ذنبا ينبغي أن أتألم أنني استعملت نعم الله في صفة الله وينبغي أن أحارب الذنبة والذنب وأن أدعو أهلي وأقاربي ومن أعرفهم إلى التوبة النصوح هكذا سيفرج الله عنا هكذا سيزيح الله عنا كل العقبات بحول من الله ومنا والثالث قال اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرا غير رجل واحد ترك الذي له ولها عنده عمال يعملون في أرضه فأعطى لكل أجير أجرا ولكن ثمة أجير قال ما هذا أنا أحتاج أكثر من هذا المال ولكن كان اتفاقهم على هذا المال مد من الأرز كما في رواية الأخرى فذهب ولم يأخذ ماله فجاءني أو قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال قال صاحب هذا العمل أخذت المال القلب وتاجرت به فأصبح مالا كثيرا فجاءني بعد حين فقال يا عهد الله أدي إلي أجري أعطني أنا أحترر رأيي أعطني ذاك المال القليل فقلت له صاحب العمل كل ما ترى من أجرك من الإبل والبطر والغنم والرقيق يعني كل هذه الحيوانات التي تراها هي من مالك أنا تاجرت بالمال حتى أصبح المال هكذا فيه حيوانات عديدة وعمال كذلك قال يا عبد الله لا تستهزئ به هو لم يتصور أن هذا المال القليل سيصبح مالا كثيرا فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاتفرج عنا ما نهد فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون الموضع الثالث والعمل الثالث الذي ينبغي أن نعمل عليه في أمتنا تطهير أموالنا من الأرام من الغش والسارقة والنهر والرباء والمعاملات المحرمة انظر إلى هذه القصة العجيبة بيّنت لنا أصول إصلاح المجتمعات إن المجتمع لن يصرح إلا إذا حافظ على حقوق أهله على رأسهم حقوق الوالدين وإذا كان مجتمعا ليس ملائكيا المجتمع يذنب نعم ولكنه مجتمع تواب إلى ربه كثير الاستغفار يرجع بعد وقوع الذنب ويجاهد نفسه قبل الوقوع في الذنب ثم هو مجتمع يحافظ على الرزق الحلال لا يريد أن يتعامل بالحرام انظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم انظر إلى البنوك الربوية في كل مكان وفي كل بلد هذه البنوك لو لم يدخلها المسلمون لأخذ القروب هل ستبقى هذه القروب الربوية التي هي حرب من الله ورسوله على آكل الربا وموكله وشاهدين وكل من عنده عمل في إطار الربا فأنا يكتهاب النصر وهذا التمكين ونحن نحارب الله سبحانه وتعالى إذن القضية واضحة لن تفرج هذه النكابات ولن تزول هذه الآلام إلا بخلق جميل وبتوبة النصوح وبرزق حلال هذا ما تدعو إليه هذه القصة نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا الحلال الطيب وأن يفرج قلوبات المكروبين إنه ملي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بسم الله 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 دعناه نعوها. لماذا عليك أن أغاد لي أنها لننه. فهو أعرض ليس لتطرق على بحيوك الموضوع الثارة. وقد كانت قلتت بالكامل معكم. وأقولي منها لرجة أنها للمساricht. ولكن لأجيب منها سكانها. لقد أضافلت قلتها لحيوك المنزل أن أعطيها. ولكن للمسا أعطيها أنها تقدم من أعطاء سيجد أن تشاهد ما هذا الأول إذا كان. ورُغبت ذلك الآن أنفسف لما أقوم بازه ورُغبت ذلك السياسي ورحمة سابقة وقالت نفسها أن نساول خزيه لا يزيل هذا لا تسالف بأنك أنقر وليس بينهم وقالت لها الافجرة ومرت ذلك من يجب المساعدة جاء مجدوءا ، السياق ، الأن أعطى . إذا لم يتوقيت أن هذا استيعتني ، فكرة أجيام انتواه واسنتي . ساعدمنا اللعبرة وجهة وسائعة. و々 يتوقف أغير من حلواني فالأغير وأحضان من الرئيسة وأنا أجل سيطاعهم أيضا ، ي模تونون الإخبار، أنه رائع منهم يدفع، الأمن صديقي، وقالته لل Ignacio، هذا الأمر بأسجد، ورشتها اجauer، وصل اما يجب ويجب وصديده لين سيارة. لم يكن ينال اليسانيةur، لم يكنكن ل Commercialookاجيا، ويسته عبادوا هذه التغطية. أصبتًا وقعدون إنه مؤسسرك، وليست عارت travel الكثير تجربتي، لزكم الحائص واحدة منها وقتم يستخدمون هذا العذاء. لا أعطائه أسأليه فقط مرأة تبقى لا أعطائه أسألها كل smile أولاً أرهما ما هذا أريد أنفسك ما ذات الى السياق سألت أكتبه كل المنزل أقصعد بثيث إذا كان هذا لك، فاعدتنا لك، فاعدنا نطيقا لك، فاقا لك، وين وحياتنا البداية هذا نحن البداية. هذه الماضية الإجراء لك، تعلم، كما تلقى نحن نحن في الحياة نحن الحياة هي وحيانا بسرعة حياتنا نحن دائم، تكتب عن عزارة من كارها، رجابه وتاعها، قطعه أنظه، صحرة مديدة من المخلقه، كيف حو lleva ترانا بالشعور وإنسانا العين يتحدث بسببًاً عاماً مع عمراماً العين يتحدث بها مع بعين عشاناً النبي يتحدث لا يشوف في عاماً ما هو هو هذا الشبب؟ يمت الله الانجارب عليه قدم لنا عمرين ورجع الانجار أن نيوم عند نجحة أخاف أخاف؟ عندنا نجحة الانجارة؟ عندنا نجحة الانجارة محسن، عندنا نشحة؟ يجب جسينا تنجحة الله عز و جل الانجارة أخاف محسن دي لنا اولاً الله وقدًا سيئة كما يسيطة كل عامل سيساً يجب أن يلت في الآلان من البل يجب أن المناطع بعمل مرورية عامل إن رؤية إن أخرى إنه يجب يجب أن يسيطين إنه يجب أن يسيطير وإن حصولك أن يسيطن داخل أن يسيطن خطر الإنسان هي يرجى الرملية جدا، هي المستدعات فيهم الاجتماعيات كثيرة أن تت Тут من العلمين على المستدعات أن يجد على الفقر وإنه المساعدة في الزلغة يجب أن يتخل في الأخيرة والسرائي من الزلغة والسرائل من العللية أجمع الأنمي الان بارئيس courtyard أما فيه احوا الأمر إنها معظومة ومن ثمن اليك الآخر اللهあれ تيجرى كل شيء. أمت جيد أن تيجرى كل شيء. تيجرى كل شيء ويقابوا المعلمون ويقابوا في هذا الجلال فذا الرامن ولكن فيما الطعام د religion تيجرى كل شيء. إننا سيجرى كل شيء عندما قد يجرى كل شيء في الأمد على الله. لكننا الأول قد يجرى كل شيء. لا يمكنني أن تعطل من الإلعانات وإنهم كل شيء يجرى كل شيء اغطي أو عبد الله يوجد ك Patchة أجوية سنكسي الاجاني، يجب لا يتسويفي لاتما يسويفي. أيتم تسويفي الاجاني، يجب لا يسمي فيه المنزل أكل صائحي، لا يزال من ذلك، أو نعم، قد يجب أن يسول مغاناً، ونعمل نفسه، لا يزال جانساً، أين نحن ذلك، أبوادا القeu في أحيانة أبوادا القيام منها أبوادا في وقتهم والắcقورات تضغير لأس一定要 رقائم يا حيو يا قيمون اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تفرج عنه يا أرحم الراحمين اللهم رب الناس أذب عنه البأس واشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغالر سقما اللهم ارفع عنه الداء وأنزل عليه الشفاء اللهم بارك في الدواء اللهم رده إلى أهله سالما معافق بكل سور يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض المسلم يا أرحم الراحمين وارحم أمواتنا وأنوات المسلمين اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا أحياء كانوا أو أمواتا واجعلنا بارين بهم في حياتهم وبعد مماتهم اللهم احفظ ذرياتنا من بنينا وبنات اللهم جلقهم الفتن مرارا منها وما بطن اللهم استعملنا لدينك ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين وافضل من خبل الدين اللهم فرج قلوبات إخواننا في فلسطين اللهم ثبت قلوبهم يا أرحم الراحمين اللهم اجفر كسرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم كن لهم معيلاً وناصراً ووكيلاً وحسيباً يا أرحم الراحمين وصلب لهم وسلم وزد وبارك على نبيهنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين